اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايون الامونيوم NH4 موجب وايون الكبريتات سالب اثنين لكن ما اخذنا المعقد التناسقي اعطى ايون الكبريتات فقط الموجود خارج المجال اللي هو تأين اما النحاس والامونية فانهما يوجدان ضمن المعقد التناسقي داخل الاقواس المربعة اللي هو المجال التناسقي الداخلي غير متأين اذا ننتقل سوية الى تعريف اخر يتعلق بنفس الفصل اللي هو الكيميات التناسقية وعدنا تعريف الليغندات الكليتية وزار دور ثاني 2017 وهي الليغندات التي ترتبط في موقعنا واكثر في آن واحد مع نفس الايون الفلزي مثال علي اثلين ثنائي امين الذي يعتبر من الليغندات ثنائية المخلب والتي تعتبر من الليغندات الكليتية ايضا ننتقل سوية الى تعريف اخر ومن ضمن الاسئلة الكلامية التي وردت حول هذا الفصل وزار دور اول 2017 لغندات ثنائية المخلب وي الليغندات التي تحوي في تركيبها الكيمياء على ذرتين قابل الارتباط مع الذرة المركزية مثل ايون الاقزالات وجزية الاثلين ثنائي امين وايون الكاربوكسيلات المعقد التناسقي وزار 2013 دور ثاني وهو المركب الناتج من اتحاد الايون المركزي مع عدد من الليغندات بواسطة آسرة تناسقية لو رجعنا للوراق قليلا الليغندات اعزائي الطلبة وصورة عامة شرحناها في الدروس الماضية تقسم لها ثلاثة انواع بالاعتماد على الالكترونات الممنوعة من قبل الذرات فعندما تهب زوج الالكتروني واحد يعتبر حادي المخلب مثل الهالوجينات والامونيا والماء اما عندما يكون هناك الذرتين تهب زوجين من الالكترونات راح تكون ثنائية المخلب مثل ما شفنا الاثلين ثنائمين وثنائمتي لقلايك سايد ايضا يعتبر من الليغندات والاغزالات ايضا من الليغندات ثنائية المخلب اما عندما يهب اكثر من زوج الالكتروني مثلا عندني اثني ثنائمين رباعي حامض الخليك سداس المخلب هناك عملية منح ستة ازواج الالكترونية ننتقل سوية الى التعالي للعائدة لهذا الفصل اللي قبل قليل شرحنا المفاهيم والعائدة لها يلا تعالوا وياي وضح لماذا يصنف المركب FE NH4x2 SO4x2 كملح مزدوج بينما يصنف المركب K3 FE CNx6 كمركب معقد تناسقي ليش هذا ملح مزدوج وليش هذا مركب تناسقي طبعا نفس الاجابة قبل قليل وضحناها طلابنا العزاء لكن نذكركم بها حباي بيحاول افهم التعليل وليس عملية درخ انت علمي اول ما اجي الملح مزدوجة فكر بالي عند اذابته في الماء يعطيه كافة الايونات المكونة له مع احتفاظ كل ايونات بصفات المستقلة وشفنا ملح مور قبل قليل وهسا حاليا انطاني ايونا الحديث زائد اثنيا وانطاني الامونيوم NH4 موجب وانطاني الكبريتات سالب اثنين لكن هنا مناخذ سداسي سيانو فيرات البوتاسيوم عند اذابتها في الماء تطيني فقط البوتاسيوم ليش مطتني الحديد ليش مطتني السياني من ضمن الايونات اللي مكونة لهذا المركب لا تعطي انطتنا فقط البوتاسيوم الموجود مجال التعيون من هو مجال التعيون المجال الخارجي اما الداخلي يعتبر لغندات هاي اللغندات ترتبط بأسرة تنانسقية ضمن مفهومين اساسيين حامض لويس وقاعدة لويس اذا لا يمكن التأيون لذلك اعزاء الطلبة اعطتنا فقط ايونات البوتاسيوم لذلك يعتبر معقد تناسقي او مركب تناسقي لذلك اعزاء الطلبة هذه كانت الاجابة على هكذا نوع من التعاليل وننتقل الى الاسئلة المتعلقة بنظرية اصرة التكافؤ والمكررة وزاريا خلنا نشوف السؤال المتوفر لدينا شي يقول السؤال يا الله عزاء الطلبة بس هذي شوية نوضح بعد ادق طلابنا علمودي يكونون على بينا في عمليات ومناقشة هكذا نوع من الاسئلة تعالوا يا عزيز الطالب وزاري دور اول 2013 ودور ثالث 2019 اجا تعليل ومرا اجا سؤال لماذا المعقد رباع كلوري دي نيكل بارا مغناطيسي بينما المعقد رباعي كلورو لبلاتين دايا مغناطيسي طبعا علما ان العدد الذري دي شوف النيكل 28 لبلاتين 78 ليش هذا بارا وليش هذا دايا نقف عند هذا المصطلح على الرغم ان المعقدات التناسقية لأيونات التناسقية كلاهما يحتوي على الكلور كليغاند وكلاهما يحمل المعقد التناسق شوحنا مثل ما دي شوفها سالي باثنين ليش النيكل بارا وليش البلاتين دايا ان اولا فقرة جدا مهمة وشرحناها في دروس الماضية هناك ليغاندات قوية ضاغطة وهناك ليغاندات غير ضاغطة هاي ارجو الانتباه اليها اجي بالسرة السلسلة الانتقالية الرئيسية الاولى اللي قلنا عدد الذر من واحدة وعشرين الى ثلاثين من اللي يضغط عليها عندي خمس لغاندات اخذناها تكون ضاغطة احفظ المستوى من اللي وين هنا ترتيب الالكتروني امر جدا مهم لتعديد العناصر في اي سلسلة الانتقالية انتمي اليها ذلك العنصر من خلال العدد الذر المعطاء الدمج والإيئن والسيانيد والأمونيا والكاربونيل ذني اللي قلدات الخمسة تكون باغطة على السلسلة الانتقالية الاولى ذات العدد الذر الذي يتراوح بين واحدة وعشرين الى ثلاثين اما السلسلة الانتقالية الرئيسية الثانية التي يتراوح عددها الذر بين تسعة وثلاثين الى ثمانية واربعين والسلسلة الانتقالية الرئيسية الثالثة بين تسعة وثلاث اعفل سبعة وخمسين الى ثمانين اللي هو الزئبق نلاحظ هنا كلا العناصر للسلسلتين الثانية والثالثة جميعها ضاغطة جميعها قوية بغض النظر عن قوة اللي قند فبما انه نيكل بالسلسلة الاولى اللي كلور يعتبر اللي قند غير ضاغط اما البلاتين بالسلسلة الثالثة قلنا جميع اللي قندات ستكون ضاغطة بغض النظر عن قوة اللي قند واول خطوة من خطوات الحل هو يجب ايجاد عدد التأكسل للذرة المركزية او الايون في الزي المركزي ثم يتم كتابة الترتيب الالكتروني للذرة المتعادلة مع بيان توزيع الالكترونان ضمن مستويات الطاقة الدي والاس والبي وبعد ذلك يتم كتابة الترتيب الالكتروني للأيون بعد عملية فقدان الالكترونات هنا وهنا فقرة جدا مهمة فقدان الالكترونات تتم من المستوى الثانوي اس ثم بعد ذلك المستوى الثانوي د وهنا يتم توضيح ايضا الالكترونات مع بيان الالكترونات الممنوحة من قبل اللي قندات والالكترونات الايون الفيزي المركزي مع التمييز بين توزيع الالكترونات اذ يعبر عن الذرة المركزية بسهم إلى الأعلى والأسفل أما الممنوحة من قبل الليجندات بنقطتين وكل نقطتين عبارة عن زوج ألكتروني ممنوح وإذا كانت لجندات نهاية المخلب سوف تهب زوجين من تلك الألكترونات للذرة المركزية تعالوا يا عزيز الطالب نشوف الخطوات اللي وضحناها وليذكرناها في دروس ماضية وعدناها اليوم ضمن المراجعة الشاملة وذكرك عليك اتصال بالأرقام التي تظهر أسفل الشاشة للاستفسار والتوضيح ولا تنسى الورقة والقلم في تسجيل هكذا ملاحظة ذهبية خدمك في عملية حل هكذا نوع من الأسئلة ضمن نظرية آسرة التكافؤ تعالوا يا اي أول خطوة وجدنا عدد التأكسل للذرة المركزية مثل ما نوهنا خطوة ثانية كتبنا الترتيب الإلكتروني شوف مطول 28 أخذنا الأرقون كغاز نبيل وبنين علي 4S2 3D 8 يرد سؤال من طلابنا استاذ يصر أنقل الالكترون قبل ما يفقد هنا ملاحظة جدا مهمة وذكرناه في دروس الماضية انتقال الالكترون يحدث إذا كان المستوى الثانوي D يحتوي على 4 أو 9 الالكترونات فقط ينتقل الالكترون من الأس إلى ال D يأما يصبح نصف مشبع بخمسة الالكترونات أو مشبع بعشرة الالكترونات وهي حال أكثر استقراراً إذن هنا عملية الانتقال أولاً ثم عملية الفقدان ومثل ما نوهنا الفقدان من ال S يلا المستوى الثانوي تبنى الترتيب الالكتروني بينا الالكترونات هالمرة للأيون طبعاً هنا عدد التأكسد للأيون المستخرج زائد اثنين عزاء الطلبة هاي نويها لطلابنا العزاء وهنا عملية الفقدان باوع كانت 4S2 فقد الالكترونياً صار 4S0 سمح المجال للالكترونات الممنوحة من قبل الليغندات كم لغند عندي؟ عندي أربع لغندات واحد بالS وثلاثة من الP إذن شنوع التهجين SP3 ثمانية الالكترونات آتية من أربع لغندات نوع التهجين SP3 شكل الهندسي رباع الأوجه صفة الأيون بارا مغناطيسي أما لو انتقلنا إلى العنصر الثاني البلاتين ضمن المعقد التناسقي أيضاً شوفوا الخطوات أوجدنا عدد التأكسد للذرة المركزية أول عنصر على يسار داخل المجال التناسقي اللي هو الضرة المركزية أو نطلق عليه الأيون الفلزي المركزي ودائماً يكون عنصر انتقالي ضمن السلاسل اللي وضحناها طبعاً هنا كتبنا الترتيب الإلكتروني أخذنا الزينون 54 4F14 لإكمال الترتيب الإلكتروني 6S2 و 5D8 نجي سوية لنفس الخطوات إنوضحها عزيزي الطلبة هنا العملية هنا الضرة المتعادلة شوف 8 الإلكترونات للذرة المركزية ضمن أوربطالات دي ودائماً تشغل الأوربطالات دي وهنا الـ S2 بعد عملية الفقدان هنا لاحظنا عملية الضغط المتمثلة بانتقال الألكترون من هذا الموقع إلى هذا الموقع ليجعل الألكترونات المنفردة تزدوج في الأوربطالات يعني شوف حول الصفة من بارا مغناطيسي إلى دايا مغناطيسي لماذا؟ لأن البلاتين عنصر بالسلسلة الانتقالية الرئيسية الثالثة فتعتبر جميع الليجاندات ضغطة ومثل ما شرحناها بالدروس الماضية عملية الضغط هو جعل الألكترونات المنفردة تزدوج في الأوربطالات وتحولت من بارا إلى دايا فاصل وراجعي لكم أعزان الطلبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر